بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس القيروان النموذجية ترحب بكم المادة اللغة العربية للصف الرابع الأساسي الوحدة بعنوان الإنسان للإنسان ودرسنا هو المفردات والتراكيب وحل أسئلة الاستيعاب إعداد المعلمة جمانتها بداية عزيزي الطالب دعنا نستذكر أهم الأفكار الواردة معنا في درس دماضات الجروح قبل أن نبدأ بحل المعجم والدلالة أو ما يسمى معاني المفردات والتراكيب اللغوية ثم أسئلة الاستيعاب دماضات الجروح هو من ابتكار إيرل ديكسون وكلنا يعلم أن إيرل ديكسون أراد أن يساعد زوجته التي كثيرا ما كانت تتعرض للإصابات داخل مطبخ المنزل فتضطر للف العضو بالكامل فحاول إيرل ديكسون ابتكار ما يسمى بدماضات الجروح بأن وضع أو أعدى مجموعة من الشريط اللاصق ووضع بمنتصفه قطعة من القماش النظيف المعقم الذي بإمكان زوجته أن تلف الجزء المصاب فقط ويصل عليها عملية الحركة داخل المطبخ تابع معي كثيرا ما يصاب أحدنا ببعض الجروح والخدوش أو الكدبات فيلجأ إلى استخدام دماضات الجروح فهل خطر لك يوما أن تسأل عن قصة اختراع هذه الدماضات؟ يعود الفضل في اختراع دماضات الجروح إلى إيرل ديكسون الذي فكر في طريقة لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في مطبخ المنزل لتستغني بذلك عن الضماضات الكبيرة التي تغطي العضو المصاب كله ألسق ديكسون قطعا صغيرة من القماش النظيف المعقم في منتصف شريط اللاصق وأعدها لتكون جاهزة في حالات الإصابة الطارئة فتمكنت زوجته بذلك من مداوات جروحها بسهولة ويسر عرض ديكسون اختراعه على إدارة شركته فرحبت به وعملت على تطويره حتى يناسب أحجام الجروح كلها ووزعت المنتوجة مجانا على الفرق الكشفية في أنحاء البلاد كافة ترويجا له حضي ديكسون بتقدير شركته ومنح ترقية بفضل اختراعه الذي انتشر في أسقاع الأرض وأصبح لا غنى عنه في الإسعافات الأولية هذا كان درسنا لنبدأ الآن عزيز الطالب بحل المفردات والتراكيب والمعاني والتراكيب السؤال الأول صل الكلمة في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني كلمات العمود الأول كدمات خدوش عن ضربة جسم صلب دون جروح أو دون جرح خدوش ممتاز آثار في الجلد لكن دون إسالة الدم ما معنى ضماضات؟ لفاء أو لفائف تربط بها الجروح أو الكسور أحسنتم تابع معي عزيز الطالب الآن التمرين التالي من المعاني والمفردات والتراكيب أو معاني المفردات والتراكيب اختر من الصندوق كلمتين تقاربان في المعنى الكلمة في الأسفل واكتبهما في الفرق انظر ابتكار تطبيب جهز أعطى معالجة اكتشاف وهبة وحضرة لنبدأ أعدى اختراع مداوات ومنحة لكل من هذه الكلمات معنيان أعدى لها معنيان اختراع لها معنيان ومداوات أيضا كذلك ومنحة لنبدأ أعدى لها المعنى الأول أحسنتم جهز والمعنى الثاني ممتاز حضرة التجهيز والتحضير أحسنتم اختراع رائع ابتكار ممتاز والمعنى الآخر اكتشاف أحسنتم مداوة أحسنتم تطبيب ومعالجة رائعين منحة بمعنى وهبة وأعطى أو أعطى ووهبة ننتقل الآن إلى التمرين الذي يليه املأ الفراغ أمام كل جملة مما يأتي مما بين القوسين بما يناسب معنى ما تحته خط معقم تطوير وترقية انظر الآن منح الجندي أو منح الجندي رتبة أعلى لكفاءته ما معنى رتبة أعلى ممتاز تعني ترقية أحسنتم طيب ربطت الطبيبة الجرحة بقماش خال من الجراثيم وجيم تعمل الشركات على تحسين منتوجاتها باستمرار لنبدأ ما معنى منح الجندي رتبة أعلى لكفاءته تعني ترقية أحسنتم وربطت الطبيبة الجرحة بقماش خال من الجراثيم خال من الجراثيم تعني معقم رائعين وتعمل الشركات على تحسين منتوجاتها باستمرار تطوير رائعين أحسنتم تابع معي عزيز الطالب الآن حل التمرين الذي يلي أو لنبدأ بحل أسئلة الفهم والاستيعاب ماذا يفعل أحدنا حين يصاب ببعض الجروح والخدوش أو الكدمات ماذا نفعل ممتاز أحسنتم نلجأ لاستخدام ضماضات الجروح إذن يلجأ إلى استخدام ضماضات الجروح تابع معي لماذا فكر ديكسون في اختراع ضماضات الجروح ما السبب ممتاز أحسنتم لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في مطبخ المنزل لتستغني بذلك عن الضماضات الكبيرة التي تغطي العضوة المصابة كله تابع معي عزيز الطالب السؤال الثالث من أسئلة الفهم والاستيعاب ويقول كيف ساعد ديكسون زوجته على مداوات جروحها بسهولة ويسر ماذا فعل هل تذكرون ممتاز أحسنتم كل ما فعله ديكسون ألسق ديكسون قطعا صغيرة من القماش النظيف المعقم في منتصف شريط لاصق وأعدها لتكون جاهزة في حالات الإصابة الطارئة طيب السؤال الرابع بما حظي ديكسون بفضل اختراعه هذا الاختراع الذي أو الابتكار الذي ابتكره إيرل ديكسون بفضله حصل على ماذا ترقي أحسنتم حظي ديكسون بتقدير شركته ومنح ترقية بفضل اختراعه ممتاز دعونا نقترح عنوانا آخر لهذا النص ما رأيكم؟ أرى أن نقترح بعض العناوين الجميلة جدا منها المخترع إيرل ديكسون ونقول ديكسون وضمضات الجروح ونقول أيضا اكتشاف ديكسون أحسنتم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم إلى أن ألقاكم في درس جديد دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته